البرهان حاجة مهمة جدا اختبرنا ونحن سقطنا في قامة الحجة عليه يا جماعة الفريق برهان والفريق محمد حمدان دقلو ومجموعة العسكريين والشرطة وكذا قالوا نحن يا جماعة ما دايرين حكم ما دايرين حكم لا دايرين مجلس سيادة لا دايرين مجلس وزر امشوا جيبوا مجلس تراضوا ما في اي عسكري في الدنيا دي حس العالم الحولنا دي كل محكم بمسلبي الدين والثيوقراطيين حاكمين الدنيا دي كلها ديل ما في زلطة طالبون غير كذا ديل جاقل لكم رئيس الدولة قال لكم يا جماعة امشوا جيبوا وزارتكن رئيس وزاراكن ونحن ما دايرين مجلس سيادة نحن ما شين نبقى مجلس دفاع للدفاع عن البلد والسقور وحدوده وما دايرين سياسة شهود على القصة دي حتى المؤسسة الدولية الأمم المتحدة قال ادتوا قال لكم تغييموا الحج عليهم والله أنا في سبع يوم أحرج بعدين ما يجب الأحزاب دي ما دايره انتخابات والله والله هذه الأحزاب نفسيا وماليا لأنه القروشة قالوا علي نفسه ما الدوا على المؤسسات والله ما هيصرفوا ألف جنيعة لدائرة ومبددة دي شفتها مبددة دي مش قريبة للبحثيين للناصرين لحزب الأمة لأي زول بيقدر يمشي ومبددة دي يعمل له حملة انتخابية يدوك السراد وقاتل ندوات وخش على البيوت ويضبع الهناي وعمل ندوات ويكلم عنها ما بيقدروا عليها عشان كده ما دايرين انتخابات دي فترة الانتخال دي فترة المزاعم الراجل دا قال لكم أقيموا علي الحجة تدخلوا تمرقوا تسوفوا في الكلام وتكذبوا كطب العرب ليه شخ العرب قال لكم يا جماعة أنا عايزكم تجيبوا حكم يا أخي ادتوا خليها الأحزاب دي أصلا جيبوا لكم تيارات فكرية ادتوا الحزب الشيعي المستبعدين له ليه الحركة الإسلامية السودانية مستبعدين له ليه جيبوا خليها كأحزاب خلي المؤتمر الوطني جيبوا التيارات جيبوا التيار الوطني التيار الوطني الاستقلالي بمثلوا ناس حزب الأمة وتياراتنا المختلفة كتيار فكري جيبوا منه زول جيبوا منه زول وجيبوا من التيار الاتحادي الوحدوي ده مع مصر جيبوا منه زول تيار فكري قال ليه على الحزاب بتاعته يتحت في مية حزب حزب الأمة تحت في مية حزب حزب الشيوية كذا حزب ناصرين البحثين كذا حزب خليها للحزاب دي الفكة دي خليها أتكلم عن التيارات الفكرية جيب التيار الوطني الاستقلالي القديم داك تيار حزب الأمة دا تيار الوحدة ولا شيعة ولا طوافة ولا حزاب دينا للإسلام ووطن السودان الشعار بتاع السيد عبد الرحمن جيب منه زوري فكريا جيب من الاتحادين ديال بكل أشواقهم تجاه الوحدة مع مصر بالتيار الفكري الوحدة وده واحد جيب من التيار الاسلامي دا واحد ما شار تكون من المؤتمر الوطني التيار الاسلامي العريض يمثلوه أنصار السنة والأخوان المسلمين وأي زور متصوف السنة أي زور جيب منه زور جيب من التيار القومين زور جيب من اليسارين شوين دا زور يقعد يكتبون لهم برنامج بالحد الأدنى يقعد يكتبون لهم برنامج بالحد برنامج شانا نحن برنامج حاجة واحدة قوانين تفضي إلى الديمقراطية بس الجيش دا يحمل هناك هتفضلوا دا دا التكوين الحزبي دا حكومتنا يمؤيزوا التكنقراطي والناس مدرئين فيها قدت لهم في أربع وظائف الشعب السوداني دا بيسق فيها تسوق بيتك تودي عن مدرسة المدرسين قاعدين بيتك فتاة دخيلة لهم تقول لهم دا بيت تقروها الشعب السوداني دا بيسق في المعلمين جيب لك رئيس وزراء معلم والشعب السوداني بيسق في القضاء حسيني نحن نقف بضحف جدا ولا بنعرف القاضي دا شيوعي ولا إسلامي ولا ما بصلي ولا كيف هو قاضي نحن بنؤمن بيه ونقف قدامه ونقف ضعف يوم واحد أنا ما اسمعت ليسوا داني قال إنه القاضي دا فاسد ولا ضعيف ولا الحكم حكموا عليه وشكرا يا مولانا يمشي يستأنف ما جبت لنا معلم جب لنا قاضي رئيس وزراء ما جبت لنا قاضي جب لنا طبيب حس عزول دا ودي مرة طبيب قاعده بره يدخل مرة ويكشف علىه وكده لسقةه في إنه زول دا عنده أخلاق بدك ولدك هنا دا طبيب معنا دا عنده أخلاق جب لنا طبيب ورئيس وزراء حتى جب لنا تكنقراط القصة دي دا رلادريس عزور حسي بعد سبع يوم تفضل يا سيد دقوا الباب سيادة البرخاني تفضل دا تشكيل الوزارة بتاعنا وده رئيس الوزارة بتاعنا أقيمنا عليه الحجة وده رئيس مجلس السيادة بتاعنا مدني عسكري مدني وكده تفضل أمشي أبعد في المجلس الده فعلين عن بلدنا وقف الحروبات وقف الدم وقف كده مع السلامة نحن بعد سنة دارين انتخابات خلي العطال السياسيين دي شوفوا لون دواير ينزلوا فيها دي دا رلادريس عثر داخلين مارجين داخلين الليناي الدموغراطية مدنية ما في حاجة يسمى مدنية في حاجة يسمى شرعية ديمقراطية بعد ذلك تعملها مدنية تعملها اشتراكية وكده دارين لنا دستور وبعد ذلك نحن تعالي ما عندنا حاجة في النص دارين لنا دستور لخمسة واربعين مليون مسلم في الدستور دا الدين الرسمي للدولة الإسلام قال لي جواد معقلنا عايقول ما الإسلام بدلنا مطلعنا في القبيل يحسن نموت في ديننا الكلام دا أنا بقوله عقيدة عقيدة وديمقراطية نحن خمسة واربعين مليون مسلم سودان دا كله في عشرين ألف مسيح بس بكجور ما في حاجة تاني الدين الرسمي لهذه الدولة فيها خمسة واربعين مليون مسلم الإسلام خليزوا اللي رفع عقيرته بالعقيدة وبالدين وبالتوحيد وبالأغلبية اللغة الرسمية لهذه البلاد اللغة العربية الجنوبين دا في جبدة ما بيقدروا يتكلموا إلا باللغة العربية مش كمان باللسان الذي يرحيدون إليها عجميا وهذا اللسان عربي مبين لا الأغلبية هي لغة الوحدة والتوحد والتوحيد شنو تاني نحن تاني جنازلات ما بنقدمها ما بنقدمها الفضل شنو الجوع ضغنا السجون ضغناها تولي الشعوبين والشيوعيين والناس المعين دون حيما حكمونا ضغناها الموضغنا الكراهية دولة في نوتاني بيتخوفونا باش نوتاني تخوفونا باش نوتاني يا سيادة الفريق أم لقاشك ومشي لقيدنا العالم ده الآن كله يمتلكه الخوف أمريكا خايفة من الغنبلة زرية روسيا خايفة من الهزيمة الفقر الصين ترجف يا أخي نحن نحن عندنا الغنبلة زرية الوحيدة التي تجعلنا نقف مع الآخرين الكبار نحن عندنا جماعة حقل الحبوب الناس جعانة في الدنيا دي نحن عندنا ملايين الهكتارات كحتة فاضية وقعطين أولادنا يرحلوا عشان يقولون غضعة خبزة لدى الآخرين المكتوين بالجوع والحرب